الناس ايه بسم الله ما شاء الله في اسكندرية وفي كل حتة في مصر عارتها قيمة محمد رشوان على اللي ناية الحمد لله بص انا سعيد طبعا بالكلام اللي اتقال ده كله ومش عايز اقولك انا اديه مبسوط و اديه فرحان بان الناس تستفكراني والناس فاقي عارفة مين هو رشوان الناس فاكراك بالطيب الحمد لله ربنا ايدام عليك الله خليك وانا بصراحة سعيد جدا جدا النهاردة لقائي معاك كان منطع جدا نحن رس عندنا انت احنا خمسناش رس يعني بصراحة انا متأثر جدا ربنا يكرمك البرنامج متأثر اوي بالحاصل النهاردة ربنا انت تنسى الاكتر من كده والله حاطرة مش مجاملة طيب احنا وصلنا فقط التليفون احيانا الواحد لما بيقعد كده بيبقى فيه زهن ومشتت بيبقى عندك مشكلة بيبقى عندك حاجة عاوز تحلها فمشتت نفسك ومش عارف مين انت بتستنى عالتليفون او مين بتوصل عالتليفون وتجيب التليفون وتكلمه وتقوله انا عندي مشكلة سعيدني في حلها بص اقولك حاجة او طبعا اخواتي امني بكلمهم صحابي الحاجات اللي هي بتبقى ناس المقربين منك بتتكلم معاهم بتفتح لهم قلبك انهما لما بتتكلمهم عارف انهما مش حيبقوا عاوزين انك انك تبقى سعيد بالضبط او مش هيفضح سردك مثلا لو انت عندك حاجة معينة انت عندك الزرح حاجات كتير اه عندك حاجات كتير الزرح لا ابدا بس حاجات فيه اخواتك بيكتم سرك اه اخواتك وصحابك المقربين او دولي دولي بالنسبة لي شيء مهم جدا ان انت هما دولي اللي انت لازم تبقى حاطيتهم وده معينيك يعني مفيش حد معين بالاسم يعني انت لا يعني فيه بس يعني هما كلهم الاخوات والصحاب المقربين ومراتي ساعات بتكلم معاها ولادي ساعات بتكلم معاهم كده يعني طيب احنا وصلنا الاخر فقرة وهي انت مين لما اولي الكابتن محمد رشوان انت مين اسمك السلسي ايه عايش فين وسلتك بتتكون من ايه كل الكلام ده كله انت مين انا اسمي محمد علي احمد رشوان اه مشهور بمحمد رشوان لايب جودو سابق حكم سابق دلوقتي مش فعمل الفرق قومية عندي مراتي يابنية عرفنا على المدام كده مراتي اسمها ريكو ريكو ناجاي اه من اوساكا الناجار ولا لا ناجاي سقربة من ناجار اه من اوساكا من حي اسمه هراكاتا اه اتعرفت عليها ازاي اتعرفت عليها في بلد اسمها كوبي 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 دي شبه اسكندرية كده كنت اروح اطمرة فيها اه اطمرة في البوليس بتاع كوبي اه 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 المدارب سوري المدارب بتاع قال لي انا كل مسلا فطرة يعني في الاسبوع مرتين او ثلاثة بتاعزم علي هي دي دي مراتي ودي بنت عليها وده علي ابن كبير اه فحصل التفاهم وبعدين حصل مشده كانت انا طبعا دي امانة في رأبتك فهي كانت قرجت راحت في اسوان في فندق اللي هو فندق اسمه ده كتركت لا اه اه اوبروي اه 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 اللي هو الا اوبروي اوبروي اه كان انت عارف انك فيك جدينة كبيرة جدا فيك جدينة كمان اه فيك جدينة وكان فيه خيل فهي راحت تشوف الخيل وانت راحت بتاع ده فجت زعتلها فعياتت فصلحتها اه انا كنت خايف عليها ايه فبعد يعني كده فقال بك حن بقى اه ايوه فبعد كده بقى بنا اما روح اليابان قبلها تيجي دي هي توكيو فروحت بقى اما جيت اتقدم لها قبل جيت اتقدم لها قولت لها لا انا مش حينفع عيش في اليابان اعيش في في مصر في مصر فوليت اقال لي مش حينفع وافق غير اما اه اجي مصر اسكندرية شوف ففقا جا اسكندرية شاف انا عايش ازاي وكنت انا مش شغل في المعارية العرب راح شاف الشركة في المعارية العرب عاوز تطمن على بنتو بقى اه وانا والدي عنده محل بقى لزي سوبر ماركين راح شاف المحل اه والحي اللي انا كنت عاد فيه تطمن بقى اه فوافق فما وجاء وافق احنا رحنا انا المدرب بتاعي والمدرب التاني والتاني المدربين بتوعي وانا و وصحفيين وتلفزيون كانوا اليابانين يعني وهم والدها والدتها واخوها وهي هناك النظام مش زي عندنا اه هناك قاعدين على الركب قاعدين زي قاعدة بتاع دوت الاب وانا ووره شوية الام ووره شوية الاب ووره شوية الهية اه انا يعني ايه اخر واحدة اه اه احنا من نسبالنا كان ايه المدرب الاولاني واف وبعدين ووره شوية المدربين تاني وبعدين انا على القط 3 ورادا بقى يومورد كبير يعني قدمتها كان ليه متلباط خالص يعني يعمل عندنا مسلا anyقولك ايه المهر كام العفش العبش ايه؟ الايمة بتاعت العبش؟ انا عملت كل يعني انا قلتلهم مهر كزا و... نا ما عندهمش الحاجات دي خالص لا هما عندهم هما بتعاونوا مع بعض الحياة سهلة جدا انك مفيش ده عندنا شقة ومش شقة هما شقة هناك بتنتيجي والعبش بيجي منافسة يعني هما هناك الرجل والستة هما اللي بيعملوا الاسرة مش الاهل يعني طب قولي انت لما جيت قلتلها انا عاوزة اتجاوزك هي كان نردها عليك ايه ولا انت؟ محلطه وافت يعني المنقات خلاص بقى الالاقة بقى اه علاقة يعني قريبة يعني هل اسم محمد رشوان باللي عمله في الامبات الامبات لوسانجلوس وتحقيق الاخلاق والانجازات كبه دي ليس عديتك شوية في الجواز هناك؟ لا هي بالنسبة لها كان محمد رشوان عوزة شخص كشخص مش كهيستوري يعني التاريخ يعني لا كشخص هي بالنسبة لها وعشان كده هي رفضة تطلع في الاعلام تماما تماما ولا التلفزيون المصري ولا التلفزيون الياباني ولا التلفزيون لان هي كل الناس اللي بتسألوها بتونة تتجاوز رشوان عشان كذا فهي رفضة القصة الرد ده يعني اه اه رفضة يعني طيب كلمني على المرأة اليابانية وتقدسها الجوزها بتضحك ايه مفيش هالكلام ده ولا ايه؟ مفيش الكلام ده فعبا لا والله لا عادي يعني الجواز الجواز التفاهمة بين التين زي ومص زي بص كل ستات شابة بعض بكل العالم قصة انا بنشوف الافلام اليابانية لا اسيبك من سوشي اسيبك من قوشين اه قوشين ده كان زمان وخلص مش كده لا 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 وطع تسجد له هو داخل البيت اه وتحطنه ليه في مياه وملح وتمسح له رجلي والكلام ده لا الكلام ده كان قوشين والكلام ده كان بعيد اوي كان تمثيل يعني لكن دلوقتي لا دلوقتي فيه فيه ناس عايشة مع بعض وفيه ناس مطلقين لا 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 مفيش الكلام الكلام ده كان موجود وانتهى يعني طب احكيلي يوم فرحك كان عبارة عن ايه في اليابان او لا هنا لما انت هتقول انت عملت حاجة في اليابان عملت حاجة هنا في مصر اه قولي اللي في اليابان كان في اليابان انا عملنا فرح بس في اليابان بقى ما كانش فيه زي عندنا هنا مفيش الزف فوق اي جدع وكلام ده اه في اليابان بتقعد العريس والعروس على ستيج على ستيج وبعدين بيبقى فيه الضيف وامراته الضيف ده بيبقى شخصية مثلا يبقى انا كان عندنا واحد صاحبنا صاحب العيلة يعني قادوا في البرلمان اه وامراته كده ده في اليابان الكلام ده اه وانت قاعد كل شوية تقوم بتحيي لان هما كانوا كنت انا جاي بمزيكة بتاعت عمر خايرة الوهبيات كنت مشغلها وكانوا قالولي طب نجيبه كان فيه رقصة يابانية هناك اه قالولي قلتولهم لا مش عايزة رقصات انت بتقولي كلاما بيجيلك حد وبتاعة بتقوم تسلم تحيي وبتاعة بتحيي بتقوم يعني لاس بتقوم انت ويه وتحيي عشان كده المفاصل تغيرت المفصلين عشان كده المهم بقى فجيت اكل قدمولك اكل فجيت اكل قالت لا ما تاكلش طب ليه ما تاكلش قلتلك لا اهو كده العريس وعروس وما اكلوش طب يقدموا اكل ليه قلتلك لا اهو كده المهم معادناش ناكل خالص كل يجي الاكل يتحطوا وتشات يا جماعنا جاعة وهم كل مثلا المدار بتاعك تكلم السفير كان موجود يتكلم الناس الجول يعني اوز اقولك حاجة عادة في اليابان الفرح بيبقى من بين 30 و50 فرد يعني كنا 300 فرد يعني فيه ناس جت مثلا من البرلمان ووزراء وزير الرياضة الياباني وبعض الوزراء الجوم كان حتى فيه واحد شخصية جت بعد كده رئيس وزراء اليابان خطرة مش كبيرة يعني وفيه ناس جت شخصيات مهمة جدا انت العلاقة بكل الناس دي كلها فيه ناس جت عن طريق وفيه ناس جت عن طريق الباباها وفيه عن طريق اتحاد الجودو يعني كده يعني وفيه عن طريق سفارة مصرية طب هي لما الاكل اتحط هييت لك ما تقولش منه هييت لك ما تقولش منه هييت لك ما تقولش انا مش عارف النظام يعني اقولك حاجة يعني انا هناك لبستي اللبس الكيمونو اللي هو اللبس الياباني وكان الشعار بتاعي الشعار بتاعي كان لازم كل عيلة اللي هي شعار بتاعها لعني الشعار بتاعي كانت 3 اهرامات عملت ثلاث تهرامات والشركة اللي لبستني اللبس ده هي كانت شركة منافسة للشركة اللي لبست في فرح يا ماشطة يعني ده سبونسورز كده كمال اه لبسوني مدفعتش ثمر بس هم اخدوا بعد كده اللبس ده وحطوه في الباترين عندهم من رشوان لبس اللبس اللبس الياباني فاهمني بس خدت يعني انا لبس ده وبعد كده غيرته لبس بدلة وهي كانت لابسة واحد تاني معمول الهند ميت كده دي العادات والتقاليد بتاعات اه وبعدين غيرته لابسة واحد ابيض وبعدين لابسة فستان ده الفرح عادة اربعة ايام ولا ايه؟ لا ابي ما عادش كتير يعني ده سكون شاب بتغير وبعدين لا ده كمان كل ترابيزة بتنزل بيبقى معاك زي زي ولها كده بس طويلة قوي تولع شامعة على كل ترابيزة فالشامعة دي عكينا كنت بتحيي مين اللي بيولاحها بقى؟ انا والعروسة اه بتلفوا على الترابيزات تولعوا الشامعة اه الشامعة دي عكينا كنت بتحيي الناس اللي على الترابيزة اه فمصر اختلف بقى فمصر كان فيه بقى مغني ورقص وحاجات زي كده زي افراح اسكندرية بقى اه يعني كنا عاملينه في شيرتون اسكندرية كده اه وكان بقى يعني كان لعبتي الجودو وكان الدكتور عبدالقاح الجمال دي الله ارحمه الله يرحمه والسفير الياباني وكان الواحد اصحابي وكان فيه اسمودة الفنان محمود عبدالعزيز الله يرحمها كبير واسمودة وجمال احمد حميد جال فرح اه فاهمني كده يعني كانت ناس كتيره بس انا رحت اللي شيفه بطوله حاجة واحدة اه بص بطوله لو انت البوفيه هيفضى انا ميش دعوها اللي حكصة اللعيبة دي هتخش تاكلة كده اللي هو بتاكلة الحمد الله كان البوفيه ملال اخر واحد يعني قضيت شر العسل فين؟ رحت مرسى مطروح مرسى مطروح اه هي كانت حاسة بقى بجو مختلف غير العدد والتقليد اليابانية اه اه مختلف اه بس انا لغاية النهاردة بحاول ابعيدها عان ان هي تنزل تشتري احاجة هي تنزل تشير بسيط لكن ما تنفق انا بتروح تشيري بس الحاجات الخضارة بتقامل بتشير كل ده لان انا بحب يشتري الحاجات دي و السمك او كده هي الى اللي تعرف تطبخ الاكل المصري اه بتعمل كل حاجة كل حاجة تابق ليه في الاكل مصري انت عايز ايه انا مش عايز ايه بتعمل ورا ا هنا بتعمل محشي بتعمل الوروخية تعملها بإتقام بقى لأنها تعلمت موالدية الله الرحمن كنت بديها مثلا خميس وجمعة فقدتقعد موالدية تتعلمها إزاي تطبخ تعمل بزلة مثلا تعمل فسولية تعمل بمية يعني بقت تشيه في مصري وفي نفس الوقت بتعمل أكل ياباني يعني هي اللوقت بقت طبخها مهيرة مصري بس فيها حاجات طبعا ما تعرفش تعملها لكن زي إيه يعني مثلا بصارة بتاع الحاجات لا لا تهديتها بعيد قوي حرم لا لا يعني لكن الحاجات التانية بتاعف تعملها طيب عرفنا على الولاد علي خريج أكاديمية بيزنس بيشتغل معايا في هنا في مصر اه في اسكندرية اسكندرية وعمر خريج هندسة ميكانيكا اكلوب ميكانيك شغال في اليابان مقيم في اليابان في اليابان متجاوز ياباني نادا لا مصرية مصرية أمريكية عايشة معايا في اسمها نادا واخد الجنسية هناك وعلي متجاوز آية مصرية مسكندرية نعم وعلي وعلي أعدا أعدا من في اليابان عشان جدا وجدا تكبار في السين فأعدا معاهم شوية كده أعدا معاهم بس وأعدا معاهم أنا أعد معا مراتي هنا إنما ماخدوش الجنسية لا أمام جنسية أعمام جنسية أمام عشان بقت العادات لا أهناك على النظام اليابان يعني علياء وعمر بتكلمه طبعا ياباني كويس وبكتبهم وعلي بيتكلم ياباني بس ما بكتبش طب علي ليه ما عادش معهم هناك في المسافرش معهم اليابان علي كان حصل مرة إنه هو كان مسافر يروح اليابان فرجع يعني لغات دبي ورجع تاني إنه أنا جات يغوطف رجلي ودخلت المستشفى فرجع فمدرداش تكمل السافر قال لا أعد معايا أعد معاك هو والد يعني أعد بقى عشان والدته ووالده طيب إحنا تعالى نشوف